معبر رفح فتح في الـ 21 من أكتوبر وأول قافلة مرت كانت صغيرة في العدد ولكننا استطعنا أن نزيد العدد أكثر من 200 شاحنة دخلت غزة حتى الآن وبالطبع لم تكن كافية لتلبية كل الاحتياجات نحن الوكالة القائدة ونعمل مع وزارة الخارجية ومع الأمم المتحدة والشركاء على الأرض والحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية في جهد كبير لزيادة مقدار المساعدات التي تصل إلى غزة لتلبية الاحتياجات الماس المتحدة كانت توفر المساعدة للناس في غزة منذ بداية هذه الأزمة وكانت هناك إمدادات طارئة كانت موجودة على الأرض في غزة ومستمرون في توزيعها على الناس من قبل الشركاء الموثوقين الذين يعملون في ظل ظروف صعبة وبالإضافة إلى ذلك عملنا عن كثب مع الحكومة المصرية لإدخال المزيد من الدعم إلى العريش وعملنا مع الإسرائيليين للسماح لتدفق الشاحنات عبر معبر رفح وأتأكد أن الوقود والإمدادات اللازمة الأخرى تدخل لتلبية الاحتياجات نحن نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وطبعا نعمل دبلوماسيا لحل الكثير من العقبات التي تواجه التدفق المستدام عالي المستوى والذي هناك حاجة ماسة له الوقود هو واحد من أكثر المواضيع تعقيدا نتيجة لأنه سلعة ذات استخدام مزدوج هناك حاجة للوقود من قبل المستشفيات وأيضا لتأدية الخدمات الأساسية الكهرباء تحلية المياه أيضا يستخدم من قبل حماس لتهوية الأنفاق وأيضا لإطلاق الصواريخ إذن يجب أن يكون هناك تدقيق على تحرك الوقود أونروا استطاعت أن تصل إلى الوقود في الأيام الأخيرة لعدة أيام ولكننا نعمل بشكل ملح مع المصريين والإسرائيليين للتأكد من أن الوقود يبدأ في التدفق إلى غزة لأنه مهم جدا أن يصل الناس إلى الوقود في المستشفيات ومحلات التحلية ندرك أن الوقود هو جزء أساسي من المعادلة الإنسانية ونعمل كل ما نستطيع للعمل على أعلى المستويات الدبلوماسية لإيصال الوقود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر